السلام عليكم عشاق هواتف الايفون وابل ايفون 14 برو يظهر في صور حية وجديدة تكشف شيئا فريدا من نوعه سيأتي به الجهاز كل هذا واكثر عزائي كرام سوف تشاهدون ان شاء الله في هذا الفيديو ولكن قبل ابدا اتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نستمر ان شاء الله في طرح المزيد من الفيديوهات ولكي نصل بسرعة عالمية تعلف مشارك فبدعمكم فضلا وليس امرا بالضغط لزر الاشتراك وفعل زر رجالة واختر الكل او توت او all وتابع الفيديو حتى النهاية تستعد شركة ابل لاطلاق هواتفها من سلسلة ايفون 14 في الايام المقبلة وقبل الاعلان الرسمي كانت هناك العديد من التفاصيل حول الاجهزة التي تم تسريبها بالفعل عبر الانترنت وفي احدى تطورات تم الكشف عن خيارات الالوان لتراز ايفون 14 برو القادم مع تسريب العديد من الطرز الوهمية للهاتف وكشفت نماذج ايفون 14 برو الوهمية التي تم تسريبها على موقع ويبو انه سيتم تقديم هذه النماذج بخمسة خيارات الوان ويتضمن الالوان القياسية الذهبية والغرافت والفضية التي رأيناها بالفعل الى جانب لونين جديدين الازرق والارجواني ويتماشى هذا مع التسريبات السابقة التي ادعت ان طرازي الايفون 14 والايفون 14 برو سيتم تقديمهما بلون ارجواني جديد حاليا يعتقد ان خيار اللون الجديد سيقتصر على طرز الايفون 14 برو واذا كان من المراد تصديق التقارير فان جهاز الايفون 14 برو ذو اللون الارجواني له مظهر فريد يغير درجة اللون بناء على الظروف والاضاءة وقبل عامين قدمت شركة ابل خيار اللون الارجواني لترازات سلسلة الايفون 12 وحددت الشركة حادث اطلاق في 7 سبتمبر من المتوقع ان تطلق ابل سلسلة ايفون 14 من الجيل التالي الى جانب ترازات الابل واتش سيريز 8 ومن المتوقع ايضا ان تستضيف حادثا اخر في اكتوبر حيث سيتم اطلاق الايفون الجديد وايضا الايفون 14 برو الجديدين اذا ما رأيكم في تصميم الايفون 14 برو بالشكل المبدئي وفي جزيرة الكاميرات لقد اصبحت كبيرة شيئا ما ليس كذلك وايضا ما رأيكم في هذه الالوان الجذابة الخمسة هناك خمسة الوان وهناك من يقول على انها ستكون اكتر من خمسة الوان وكما ذكرت على ان اللون الازرق والارجواني والى جانب لونين جديدين وهناك لون يتغير ايضا هذا اللون الارجواني فهو يتغير ما رأيكم اعزائي كرام في هذه التسريبات الجديدة شاركوني عبر التعليقات ولا تنسوا اضعوا القناة احبكم في الله مع السلامة